المجلس الانتخابي الوطني مسجلاً صوت 5.914.670 مواطنة وهذا يدل على أن درجة المشاركين في التسويت بلغت 85% وأعرب المجلس الانتخابي الوطني في إيثوبيا بعد بيان نتيجة الانتخابات عن شكره للمواطنين والحكومات الفدرالية وحكومات الأقاليم والمنظمات الأمن والمسؤولين الآخرين الذين شاركوا في العملية الانتخابية وقد أرفق المجلس بجانب البيان إعلان نتائج الانتخابات المحلية التي تمت الموافقة عليها رسمياً وقال في البيان أنه رغم إجراء المجلس الانتخابي الوطني في إيثوبيا انتخاباته العامة السادسة في 21 يونيو آم 2021 في معظم الأقاليم والدوائر الانتخابية لكن بقيت بعض الأقاليم التي لم تجرى فيها الانتخابات لأسباب مختلفة والتي تم التصويت فيها في 30 سمتمبر عام 2021 وتجدر الإشارة إلى أنه خلال هذه العملية تم تسجيل الناخبين بين 1 سبتمبر إلى 10 آم 2021 في المناطق التي لم يتم فيها استكمال تسجيل الناخبين وعليه تم تسجيل 6.562.534 ناخبة باستثناء الاستفتاء للتصويت في الانتخابات 30 سبتمبر عام 2021 في هذه العملية وتم إعداد خمس رسائل للناخبين للتسجيل والتصويت بـ 11 لغة و 6 منافذ إعلامية وتم إجراء حملات توعية للناخبين وأعلام على جانب الطريق في الدوائر الانتخابية بالإضافة إلى ذلك تم توفير ما يقدر مجموعه 123 ساعة من البث التلفزيوني والإذاعي المجاني للأحزاب السياسية في 9 منافذ إعلامية وتم توزيع ثلاث مرات مواد أثاث معدة للتدريب وتسجيل الناخبين والتصويت وتم أيضا توزيع 9874 صندوق اقتراع وتبعت أوراق الاقتراع في الخارج ووصلت إلى مراكز الاقتراع دون أي مشاكل لوجستية كما تم نشر ما يبلغ عددهم 21198 من المدراء التنفيذيين لإجراء عملية تسجيل الناخبين والتصويت وتلقوا دورتين من التدريب وأعد ما يقرب مجموعه 5935 محط اقتراع باستثناء الاقتراع الشعبي في 47 دائرة و106 دائرة انتخابية وراقب العملية عدد يبلغ 2569 مراقبا من المجتمع المدني ومن 11 منظمة وبعد اعلان النتائج في كل دائرة انتخابية كان مركز التحقق من النتائج التابع لمجلس الإدارة يعمل أيضا للتحقق من النتائج وفقا للقانون وفي هذه العملية تمت إحالة الأحزاب والمرشحين إلى مجلس الإدارة إذا كانت لديهم أي شكاوى أثناء العملية الانتخابية حيث قام 6 أحزاب و24 مرشحا خاصا بتقديم شكاوى وقد قام بمراجعة الشكاوى المقدمة الإدارة القانونية لمجلس الإدارة وجمع المستندات والأدلة البشرية لتكون بمثابة مدخلات لاتخاذ القرار من أجل تعزيز عملية التدقيق ولبمان جودة النتائج وتعدادها وقرر المجلس إعادة تعداد الأسوات بنسبة 10% من الأسوات المسوّت بها في 33 دائرة انتخابية أو 3 مجلس نواب و30 مجلسا إقليميا في منطقة السومال بالأضافة إلى ذلك لم يتم تضمين الدوائر الانتخابية التالية في نتائج اليوم حيث لم يتم الانتهاء من التحركات في الشكاوى في كل من المجلس الإقليمي ومجلس النواب في منطقة الأمم والقوميات والشعوب الجنوبية وبولي ومسقان ومرقو 02 ولومو 01 والمجلس الإقليمي الصومالي ومدينة جججا وميو ملوكي المجلس الانتخابي الوطني لإثوبيا